السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جميعاً لكم المتابعين لقناة عبدالصمار الجزولي في الحقيقة هذا الفيديو هو آخر فيديو سيتم تصويره إن شاء الله لسنة 2017 وفي الحقيقة هذه السنة الحمد لله وفقني الله سبحانه وتعالى هو ليس قوة مني أو دكاء مني أو برعة مني فالحمد لله هو توفيق من الله سبحانه وتعالى وفقني لي تصوير الكثير من الفيديوهات ووضعها على القناة لكي يستفيد منها الكثير من العاملين في المجال وأتمنى لهم التوفيق والنجاح وحتى أنا أيضاً استفدت من الكثير من خيرة الناس الذين يضعون فيديوهات أو مقالات أو صور أو حلول على الانترنت فأقول لهم جزاكم والله خيراً ساعدتموني كثيراً وأحبكم في الله وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح ففي الحقيقة أتمنى أن نراجع أنفسنا وأن نحب الخير للجميع وأن نترك فكر أو تقافة الاحتكار والنظرة الصفراء للناس وإلى آخره فمع الأسف هناك هناك ليس الكل والبعض هناك من يتشدق عندما يكون يقوم ببعض البطل مباشر أو بعض فيديوهات ويعني تستمع إليه ويقول بأن علينا أن نحتكر علينا أن نساعد الجميع علينا أن نقدم المعلومة للجميع البعض وليس الكل وفي الحقيقة عندما تواجههم بشكل مباشر وتطلب العلم وتطلب بعض المعلومات سواء بالمقابل أو سواء بالمجان فتجد وجه آخر تجد ردة فعل آخر عكس ما يروج له أو ما يقال البعض وليس الكل البعض وليس الكل وما أقول بناء على تجارب بناء على تجارب ونطلب من الله سبحانه وتعالى ننزع من قلوبنا البغض والكره والحسد فمع الأسف فهناك يعني لا حول ولا قوة إلا بالله يحارب يحارب كل من ينشر العلم بالمجان ويساعد الناس ليس يحاربه فقط بل يزرح أو يدرس حتى تقافة الاحتكار لتلاميده ويوصيهم بعدم إعطاء شيء لأي أحد وخصوصا منهم معروف عليهم أنهم يساعدون الناس من مجان إلى آخره نطلبهم الله سبحانه وتعالى يعافينا ويعافيهم من هذه الحقيقة أنا رأي الشخصي أعتبرها يعني تربية سيئة وأفكار ليست بالجيدة وأتمنى من كل الغيرين ومن يريدون الخير للمجال ومن يريدون الخير للناس فإذا تبين لهم أو اكتشفوا بأن هناك مشكل أو عطل يقع فيه الكثير من الناس أو حقيقة حقيقة الكثير مننا يعاني في الصمت الرهيب من بعض الأمور الكثير مننا يعاني من بعض الأمور في الصمت الرهيب وأنا أحيانا يقع لهذا أيضا ما معنى ذلك؟ الكثير مننا مثلا يريدوا مثلا لقد ضرر أن يصلح الشاشة فتتعطل في يده أو أن يصلح هاتف فيتعطل في يده أو إلى آخره فلا بأس إذا كنا نعلم بأن إذا قمنا ببعض الخطوات سوف ينتج لنا ذلك على كارثة أو على مشكلة لا بأس بأن ننصحها بعضنا البعض فعلى سبيل المثال سامسونج جي خمسمائة واثنان وثلاثون جي هذا الهاتف أغلب الفلاشات التي يمكننا إعطائها له تسبب له يعني تلف في ملف البوت مع هذا صوفت وير أو فلاشة واحدة فقط هي التي تشتغل معه بشكل جيد ولا تتسبب في أي مشكل وكل الفلاشات الأخرى رغم أنها أصلية ويتم تحميلها من السيطور إلا أنها تتسبب في عطل أو في تلف منطقة البوت فلا بأس إذا اكتشف الإنسان مثل هذه الأمور أن يقدمها للآخرين فمع الأسف ما يقع لنا أننا عندما نكتشف شيء يسبب الكثير من المشاكل أغلب أغلبنا وليس كلنا فالحمد لله هناك من يحب الخير وينشر المعلومة جزاهم الله خالف ولكن أغلبنا يحتفظوا بتلك المعلومة ويقفلوا عليها بالسلاسل ويستفيدوا منها هو لوحده فقط ويتركوا إخوانه الآخرين يعني يعانون في صمت الرعيب فعلى سبيل المثال مثل فقط فمثل هذه المادة مادة فالكون 530 هذه المادة يا إخوان عليكم الحضرة منها فهي لا تستعمل إلا في نوع من الشاشات فقط وما هو هذا النوع هي الشاشات التي أصلا يتم تصنيعها عفوا عفوا إذن فهذه المادة علينا أن نعلم بأنها لا تشتغل أو لا يتم استخدامها إلا مع الشاشات كما نقول التي هي ملتصقة مع التاتش ومع زجاج الحماية معا يعني يتم تصنيعها بهذا الشكل وهي متواجدة في S3 و S4 أو كما نقول G2 G3 G5 G7 يعني نوع من الشاشات هو معروف يعني معروف إذا تعطلت الشاشات تغير التاتش وكل شيء يعني نوع من الشاشات معروف يعني تشتغل معه بشكل طبيعي أما إذا قمت باستخدامها لأن هذه المادة تستخدم عندها نزع أو إزالة الزجاج إزالة الشاشة الهاتف يعني عمل إصلاح له أما إذا قمنا باستخدامها مع الشاشات المتفرقة التي يعني التاتش وحده هو الشاشة وحدها فيسبب لنا هذا المشكل لاحظوا معي يسبب لنا هذا المشكل إذن علينا هذه المسألة أن نأخذ الحيطة والحضر مادة فالكون 530 هي مادة جيدة وقدرتها على تحليل اللصاق الموجود بالهاتف حتى نزيل الشاشة بشكل جيد هي فعالة ولكن تسبب ضرر أو مشكلة للهواتف الأخرى التي يعني متفرقة يعني تجد الطاتش وحده والشاشة وحده يعني لماذا؟ لأن المادة تجد أين يمكن أن تتصرف إلى طبقات الإضاءة فتتسبب لنا في هذا المشكل إذن علينا الحضر وقدر الله وقعنا في هذا المشكل فغالبا يتم حل المشكل أحيانا قد ينحل بشكل جيد وأحيانا قد ينحل بنسبة بسيطة فقط فكل ما علينا هو تجفيف الشاشة أو وضعها فوق شيء يعني ساخن قليلا أو دافئ وتركه لبعض الساعات حتى يعني تتزال تلك البقع نعم هذا من جهة هناك مسألة مسألة أتمنى أن يوفق عن الله في توضيحها حتى نفهم جيدا ما أود أن أتحدث عنه لكم الهاتف لازلنا في موضوع الشاشة لأنها تقريبا موضوع الشاشة هو الذي يقع به مشكل كثير يا إخوان علينا أن نعرف بعض الأشياء وبعض المعلومات فلاحظوا معي جيدا أي هاتف يعني جميع الهواتف علينا أن نميز بين هاتف وهاتف بعض الأشياء التي يمكن أن تقع معنا فلنفترض أن هناك شخصين قعما بشراء نفس الهاتف هناك شخصين قعما بشراء نفس الهاتف نعم نفس اليوم نفس السنة نفس الدقيقة نفس الساعة كل وذهبا هذين الشخصين كل من هما وأين يعمل وكيف يعيش حياته اليومية وماذا يفعل فعند صيانة هذين الهاتفين لذلك هذين الزبونين رغم أنهما نفس الهاتف وتم مشير أوما في نفس اليوم فلقد ضر الله ما تنوع إذا أتاك هذين الهاتفين عليك أن تعلم بأنه عند تعاملك مع الهاتف فغالبا وليس دائما قد تجد بعض الأشياء غير متشابهة في كلا الحالتين فهناك بعض الهواتف من يعني عاشت ظروف أو بيئة جيدة وعادية وطبيعية وهناك بعض الهواتف من عاش في بيئة صعبة وبيئة وجغرافية قاسية فاختلاف هذه البيئات من بيئة إلى بيئة أخرى يؤثر أيضا على الهاتف ووضعه من الداخل وضعه من الداخل نعم لماذا؟ لأنه الهاتف إذا كان يتعرض إلى السقوط كثيرا ماذا يحدث لهذا الهاتف؟ هذا الهاتف يصبح كله يمكن في أي لحظة أن يسبب لك الكثير من الأعطاء أتمنى أن تكون الفكرة الواضحة لأن هذه المسائل لن يفهمها جيدا إلا ذوي الخبرة ومن لهم سنوات من التجارب إذا لاحظوا معي حتى تفهموا جيدا لاحظوا معي أقول لكم هذه المعلومات وهذا الشرح لماذا؟ حتى عندما تمسكون بعض الهواتف تضعون بعض الاحتمالات حتى لا تقعوا في المشاكل فمثلا هذا الهاتف جي جي وان أو جي واحد ستة جيد هذا الهاتف مثلا على سبيل المتأتى لكي نقوم بإصلاح مدخل الشهن هذا جيد هذا الهاتف يعني بعدما قمت بفكه علمته بأن الهاتف تعرض لعوامل سيئة منها السقوط منها تسرب مادة غير طبيعية وماذا فعلت هذه المادة للهاتف؟ ماذا فعلت لهذا الهاتف؟ هذه المادة أحيانا يمكن أن تجعل الفلاتة أن تجعل الفلاتة صلبة أو تصبح يعني صلبة إلى درجة أنك إذا قمت بتحريكها قد يحدث بها تقطيع في المسارات لماذا؟ لأن الفلاتة تعرضت لعوامل جعلتها تصبح غير طبيعية وكل ما يحدث أنها تنتظرك هذه الفلاتة تنتظرك أنت التقني أن تقوم بنمسها فتقول لك وداعا فتقول لك وداعا أو الشاشة كلها تقول لك وداعا ويصبح العطل في يديك وقع رغم أنك أنت لست أنت المتسبب ولكن أنت من حرك ذلك العطل الذي يعني كان نائما فأيقدته إذا لاحظ معي فهذه الشاشة مثلا أنا أردت أن أقوم بفك الهاتف لإصلاح الكونيكتور فقمت بفك الهاتف بشكل طبيعي كما يفعله الكثير من التقنيين ولكن بعدها علمته علمته بأن الشاشة تعرضت لأشياء غير طبيعية هذه الأشياء إما سائل ما غير طبيعي قام بتحليلها يعني عندما تصرب لها حلل تلك المواد اللاسقة أو المتكونة من الشاشة فتحللت وأصبحت يعني متفككة أو تعرض الهاتف لسقطات متكررة مما أصبح على وضع الموت أو أصبحت الشاشة على وضع الموت إذا لاحظوا معي لاحظوا معي عندما فك هذا الهاتف بشكل طبيعي لاحظوا كيف وجدته الشاشة عفوا لاحظوا معي عفوا لاحظوا معي لاحظوا معي هل لاحظتم يعني الشيء عفوا يعني إذا الطبقات الباك لايت يعني الإضاءة إلى آخرين يعني أصبحت مو متفككة متفككة وحدها تلقائيا هل لاحظتم معي؟ يعني أنا أريد أن أصلح الشحن فما فما بي بالشاشة إذا هل لاحظتم معي؟ يعني علينا انتباه إلى مثل هذه الأشياء والله هذه كارثة لاحظوا معي لاحظوا معي فمثلا عند رفع الشاشة مثلا هذه الفلاتة أحيانا أحيانا هذه الفلاتة كما قلت لكم تتعرض لعوامل يعني يجعلها متصلبة وإذا تصلبت فبمجرد تحريكك لها تتقطع التقطع قد لا يظهر لك يا أخي الكريم ولكن تكون يعني تلك الأشياء تحدث في الوسط فإذا قمت بالنظر إليها بالميكروسكوب دوجودة عالية تلاحظ ذلك تلاحظ ذلك بأن بالفعل يوجد مشاكل إذا علينا إخوان هذه المعلومات ماذا نستفيدون؟ نستفيدون منها بأن أي هاتف أتانا أن تكون لنا بعض المعلومات أو بعض الحتياطات نفهمها حتى نعرف كيف نتعامل مع الهاتف حتى نعرف كيف نتعامل معه ولا نفاجأ لأن أحيانا قد تقوم بشكل طبيعي ولكن فجأة تجد بأن الهاتف قد تعطل أين هو المشكل؟ المشكل هو أن الهاتف كان على حافة الموت أو حافة أن يقع به عضل ثم هناك مسألة أخرى أن الهاتف وخصوصا علينا الحضر الحضر من الهواتف التي تأتي واقع في الماء والبطارية بالداخل والله هذه الهواتف كلها ألغام وكلها خطر فالزبون يأتيك بالهاتف ويقول لك إنه شغال ولكنه قد سقط في الماء أنت تأخذ الهاتف بالفع شغال وصاقط في الماء فعند عملية الإصلاح يعني لأنك أنت سوف تقوم بتحريكه أكثر من الزبون وسوف تعرضه لعمليات القلب وأكاد أكثر من الزبون أثناء عملية الفك ففكر معي جيدا البطارية بالداخل والهاتف به ماء فممكن في أي لحظة أن يتسرب بعد الماء أسفل IC فربما ذلك الـ IC به قيمة فولتية تلتقي مع الأرض أو ما شابه فيحدث شرط وعندما نقول يحدث شرط يحدث احتراق فالهاتف يموت في يدك إذن ماذا نستفيد بأن الهواتف التي تأتي ساقطة في الماء وخصوصا التي بها بطارية بالداخل علينا أن نخبر صاحبها بأن الهاتف يمكن أن ينطفئ يمكن أن ينطفئ وعلميا وتفسيريا قد وضحتها أن الماء عندما يكون بداخل الهاتف فلا نعرف ولا نضمن اتجاهه فممكن أن يتسرب لك إلى منطقة حساسة وبها قيمة فولتية عالية وتحدث لتك الشرط ويحترق أو يتفحم فيؤدي بك إلى دائر قصر أو الهاتف ينطفئ فعلينا الحضر يا إخوان من هذه المشاكل التي أحيانا تأتينا ولا ننتبه إليها وكما قلت فحتى الشاشات علينا الانتباه منها والحضر منها فهي أيضا تكون ملغومة وفي الحقيقة أحيانا الزبون هو عن غير قصف حتى هو لا يعلم هو لا يعلم وكل ما يعرف هو أن الهاتف شغال ولكن لا يعلم بأن الشاشة أصبحت على حافة الموت فكانت تنتظر التحريك فقط حتى يحدث تقطع في المسارات أو تتحلل وتفقد القدرة على البيانات إلى آخره إذن علينا يا أحبابي أن ننتبه إلى مثل هذه الخطوات الخبيثة التي أحيانا تحدث لنا عن غير قصد نعم عن غير قصد نعم إذن نمر الآن إلى فيديو آخر توضيحي حتى نفهم مأود نوضحه في الشاشة فلاحظوا معي فهذه الفلاتة هذه هو شكل أو مصارات فهي مكبرة يعني هي تظهر بشكل كبير هذه المصارات هي التي تكون متصلة مع الشاشة طبعا مع بردة الهاتف إذن كما قلت لكم فهذه الفلاتة يعني حسب تجاربي يعني حسب تجاربي هذه الفلاتة إذا عاش هذا الهاتف في بيئة مناسبة و بيئة طبيعية يعني تبقى لينة تبقى لينة يعني يمكنك تنيها وتحريكها بشكل طبيعي فهي يعني مدمجة مع مواد يعني يسهل حركتها إذا هذه الفلاتة تعرضت كما قلت لكم لسائل ما الأعلم هو هذا النوع من السائل وبقي ذلك السائل بداخل الهاتف ومرت عليه عوامل يعني برد حرارة سقوط كده إلى آخر فأحيانا تلك الفلاتة تصبح صلبة تصبح صلبة لأن أصل بها النحاس يعني تلك المصارات هي مصنوعة من النحاس فأنت بمجرد أحيانا أنا أقول دائما أحيانا بفكك الهاتف تحرك تلك الفلاتة مرة مرتين فيتسبب لك تقطيع في المصارات فالشاشة تصبح ميتة ولا تشتغل وأحيانا نصاب بالحيرة وأنا أقول ماذا فعلت؟ أنا لم أفعل شيء أنا فقط قمت بفك الهاتف فقط لدينا يا حبابة أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه النصائح وهذه التوجيهات حول هذه الأخطاء التي تقعوا لنا أثناء عملية إصلاح الهاتف وأتمنى لكم التوفيق وأتمنى عن نجاح للجميع وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يغفرنا لنا ذنوبنا التي نعلم والتي لا نعلم في السنة التي مضت وأيضا السنة الآتية إن شاء الله أتمنى أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في فعل الخير وحب جميع الناس وأن نحب الخير لجميع الناس وأن يطهر قلوبنا من البغض والحقد والحسد لأن هذه الأمراض القلبية تدمر الإنسان وتدمر عقل الإنسان وأذكركم من جديد يا إخوان أنا مجرد تلمين أقل منكم معرفة وعلم ولست مهندسا ولست خبيرا ولست مدربا في هذا المجال أنا لست مدربا أنا مجرد تلمين عزم صغير وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر